السلام عليكم مرحبا بكم في القناة أتمنى أن تكونوا بخير و بصحة جيدة اليوم سأحضر معكم وصفة سهلة بثلاث مكونات العصير مغدي و صحي في نص الوقت العصير بثلاث مكونات في التفاح والحامض والباربا الباربا كانت يرغف في السلاطات و ليس محتفة العصير جلديدة إلا تفاح والحامض و إلا تفاح البرتقال أو الليمون و مع البلنتة يأتي بزوين بثلاث يأتي رائع خصوصا لأصحاب الذين يدعون رجيم أو كذلك عاصر لكل شيء أي شخص يشربه طريقة سهلة بثلاث مكونات نحتاج حامضة واحدة حامضة يكون في الماء و تفاح والباربا ستكون مسلوقة بالنسبة للمون و نقوم بسرق الحامض و هذا لرغم الحليب و هذا يوجد عصر بالماء بل الحليب ليس صحي بحل الماء والعصائر يكون صحي و مغدين و مجمع صحة أفضل من العصر الحليب نأخذ القشرة جيدة نأخذ العصر الحمضة نقشر البعربة تكون سلوقة نحيط لها القشرة تكون سلوقة بالنسبة للمعارة على حسب الكثافة للعصر المهم سوف ترى كمية الملغة نقطع العصر الحمضة تكون سلوقة ونقوم بعمرها بالماء نقوم بعمر الماء لكي تحلق الخالف تتحنه جيدا لكي تزيد الماء مرة ثانية لان اكترت الماء لا تتحن جيدا سوف نقوم بعمر الماء ونقوم بعمر الماء ثم نقوم بعمر الماء حسب الضوقة لا تتحن علي السكر سوف تدروا العسل ونقوم بعمر الماء من الماء لسهلا تحن عليها السكر أو البلاج بمجرد طبيعي ونقوم بعمر مع الحمض جيدا نقوم بعمر الماء بعمر الماء ونقوم بعمر الماء ونقوم بعمر الماء مراش مراش قيل نضيف باقي كمية للماء نضيف الثانية مع مراش للماء نقوم بتحن الماء تخلطهم جيدا بالخلاط لتشكل سائل لا تكيل يجي خفيف لتشكل هذا العصر الصوبي في خمسة دقيق البرباكت تسلقيها في الثلاجة لا تخسر وخاء وسبوع تكون مسلوقة تحتفظ بها في مكان تغطيها في جبواطة كل مرة تقوم بها عصر تفاحة حمضة أو برتقال أو الليمون أو برتقال عصر رائع صحيح جيدا يجي سائل بحلاكة سوف يجربوه ويعجبكم يجي خاطر سوف تجعل العصر في خطورية رطبة جيدة ويجي مغاير وبصحة والراحة أخواتي نتمنى أن هذه الوصفة تعجبكم لا تنسوا الايك لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بصحة والراحة إلى اللقاء في رأي الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر